تفقد وزير الطيران المدني محمد منار مطار شرم الشيخ الدولي لمتابعة استعدادات المطار لاستقبال ضيوف مصر المشاركة في منتدى شباب العالم الذي سيقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من العاشر إلى الثالث عشر من يناير الحالي أكد وزير طيران المدني على جاهزية مطار شرم الشيخ الدولي لاستقبال وفود منتدى شباب العالم بالصورة التي طليق بمكانة مصر وريادتها موجها بتقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث الذي يستضيف شبابا من مختلف دول العالم مضيفا أن الممتدى يبعث برسالة أمل وتفاؤل للشباب بأننا قادرون على موصلة الإنجازات والإبداع والتنمية على أرض السلام مدينة شرم الشيخ